موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم سادة المشاهدين في حلقة جديدة من الشاهد و ما زلنا مع ضيفنا المحامي و نائب رئيس المؤتمر الوطن العام سابقنا الدكتور جماعتيك أهلا و سهلا و مرحبا بك دكتور ضيفا معنا في الشاهد من جديد أهلا دكتور أولى القضايا التي ناقشتموها في المؤتمر الوطن العام كانت هي قضية مزدوجي الجنسية و كانت أو كان هناك شخصيات كثر أعضاء كثر داخل المؤتمر يحملوا أكثر من جنسية واحدة أنت دكتور جمع لا تحمل إلا جنسية واحدة لا واحدة فقط طول تجربتي يعني لم أفكر حتى طيب لماذا طلحت هذه القضية من بداية عمل المؤتمر من اللحظة الأولى تقليل؟ الآن دعني أقول لك ما في الذاكرة أنها طلحت بسبب ترشيحات اللي حصلت رئاسة المؤتمر والمواقع المناصب اللي في ذلك الوقت بدأت من رئيس المؤتمر والنايب الأول النايب الثاني والمقرر و غيرها منه وبعدين رؤساء وزارات بيرشحوا بيتم ترشيحوا فهناك من أثار موضوع ازدواج جنسية يعني هذا استاذ خالد أراه عنده جنسية ألمانية والأمريكية هكذا تمت مناقستها طبعا المترشيحين حاملين الجنسيات دافعوا عن موقفهم قالوا إحنا السبب اللي خللنا ناخد الجنسية كنا مطاردين كانوا يقدفي لحقنا وهي مبرازة كثير منع منطقي لكن أنت الآن أمامك خاصة مواقع معينة في الدولة أعتقد أنه بإمكانك تنازل عن الجنسية كلها بشكل أو بآخر بالطريقة اللي ممكنة ممكنة يعني ماهش يعني الدستور الأردني على سبيل المثال وبالمناسبة يمنع عضاء القرلمان أن يكونوا مزدوجي الجنسية نحن الآن قادة كبار هذوم الكبار أبدى من إلى عندهم للآن جنسيات حتى عندما رفعت قضية رفعت على الأستاذ علي الترهوني لملابسات معينة وحكم فيها القضاء والرجل وزيع من لجنة الدستور لكن غيره ما زاد إلى اللحظة وهو معروفين وأشهر من علم أو نار على علم أو علم على نار يعني قصدي أتير بمناسبة تمت مناقشتها ولم يتخذ فيه قرار حتى اليوم يعني مسكوت عنها لأن قبل الترشيحات أنا أذكر ولا أنسى أستاذ علي زيدان حينما أرشح نفسا للمؤتمر في البداية رئيس لرئاسة المؤتمر في البداية في مواجهة المقريف سوء إلى هذا السؤال عندك جنسية أو لا؟ قال لا أظن فيه واحد من جماعة الجبهة كانوا دائما يوضفوا فيه في مثل هذه المواقف في اسمها محمد تومي بطريقة حتى متشنجة شوية وجه الكلام لعليه سيدان في منضوع الجنسية فعلي زيدان اكتفاه بالقول أنه ما عنديش بشت لم مع أنه عنده وقعية في التبين فيما بعد أنه عنده قصدي لم يتم معالجتها ونقشت كبند في جدو الأعمال ويتخذ فيه قرار لا أذكر ذلك ولم يحدد ذلك على أقل في الفترة اللي أنا كنت فيها لم تحسم لم تحسم وسكت عنه إلى تو كثيرين اليوم كثيرين أضاء في مجلس الدولة وفي حتى البردمان عندهم جنسية معروفين طيب فقط مرة أخرى ونوه على حق الرد بالنسبة لأي شيء متعلق بأشخاص أو أوصاف أيضا انطلق المؤتمر وكان التصور على ما يبدو أنه كل تيار يسعى لاستحواذ على كل شيء يعني فيه من يقول بيننا مثلا على مستوى تحالف القوى الوطنية كان الدكتور محمود جبريل رحمة الله عليه كان يسعى إلى أن يكون رئيس حكومة في ظل مؤتمر يكون رئيسه علي زيدان على الطرف الآخر بالتأكيد كانت هناك أفكار مشابهة أنا الآن أنقل ما يطرح من الأطراف هل الحالة كانت واضحة مبلورة رغبة في الاستحواذ على كل شيء كانت حاضلة عند الجميع أم أنها كانت خاصة بتوجه أو بتيار معين أو بحزب محدد؟ أكاد أقول أن بالنسبة للتيارين الرئيسيين وتوابعهما كان قواعد اللعبة هي أنه كيف يتحصل على شيء وإنت لا إقصاء الآخر وتزيل نقاط عليه بدليل أني بنعطيك دليل عملي يلخص كثير من أنا جاءتني رسالة جاءتني يعني شخصية ما أني كنت نايم أول من التحالف الوطني ويطلبوا فيها إبعاد شخصين عضو وعضو أستاذ عبدالله الزاهي بالتحديد وبتسام استيته باعتبار أن هما كانوا يبدوا في آرارة أو جماعة التحالف إنها لا تتماشى ولا تتناغم مع توجهاتهم يعني فأشاروا هما على أن قانون الانتخابات ينص على أن المقعد في المؤتمر للكيان أو للقائمة بالنسبة لما ينفاز عن القوائم نعم المقعد لل لكن النظام الداخلي النظام الداخلي اللي هو أقوى من إيش اسمه هذا أقوى يقول حدد شروط العدوية وشروط نزع العدوية وإزالة العضو النظام الداخلي كان أقوى من قانون الانتخابات أقوى من قانون الانتخابات لأنه قانون خاص يعني دائماً أقوى في أحكامها يعني هو واجب التنفيذ النظام الداخلي فردينا عليهم بهذا المعنى أنا رديت عليهم هما يطلبوا أنه هو لا يجوز لأنه ما دروش حاجة وفقاً لللاقحة الداخلية للمؤتمر أو النظام الأساسي للمؤتمر تستوجي بفصله هما تكا غيرهم من الأعضاء كون قانون الانتخابات قال ذلك جاء القانون الخاص وقال لا رديت بهذا المعنى شعروا بها أعضاء التحالف الأعضاء شعروا بأنهم هما صاروا أحرار ما عاش يقدروا حوله بشكل مباشر بدأوا فعلاً وهم اعترفوا بذلك يعني التحالف بدأوا يبتعدوا عنه ويعبروا عنه راهمه ويعملوا بتحالفاتهم بطريقة بشبهها ممكن حتى الفردية عند بعض الأشخاص تحللوا من خشية أنه لو هو ما يقولش لأنه شن كان يكون كان يصير بعد ما ينتهي الجلسة جلسات يجتمعوا بهم في المقر يجتمع بهم ما ممكن أن يزيد الأملاك تغتان فيه عند موقع متقدم في ويقول لهم أنه نعرف اللي معنا ونعرف اللي بشو معنا رأوا تبالكم ورأوا توصلنا في معلومات توصلنا في تقارير يعني نوع من الأسف لا يتناسب مع مفروض مكانة العضو دورة هو ممثل عن الشعب الليبي المفترض ومنطقته ويمثل الناس كلها تأسيس فكان أعطيك مثل أن هذا السبب خلهم يشعروا بأن بإمكانه أن يقول رأيه في مسائل كثيرة دون أن يفقد مقال أضعف التحالف هذا أصبح العضو غير ملتزم بتوجهات الحزب أحنا ردنا هنا حمل هذا المعنى لا هذا مش بالضرورة لكن لا تستطيع أنك انت مجرد هو قال رأيي لا يتناسب مع توجهك تحوله دير رسالة تقول لا أنا بنرجع للنظام الداخلي هذا عضو ينطبق عليه هذا القانون القاصر هذه الجزئية أنا شعار في دكني أنا أفلحت في توضيحها قانونية صرفة هل هذه المحطة أثرت في عمل المؤتمر؟ بالتأكيد بالتأكيد أثرت ولا زالت وأثر وأنت أتي إلى ما أنت أتي إليه أنا بنسلك سؤالي سيد الخارج علشان بالله يعليك شن قاعد يدير مجلس الدولة شنو هو الدور اللي يقوم به في بناء الدولة الليبية وعلى أقل حتى الترميم ما لا شيء لا شيء مجرد جابوه نوع من التوازن هي مليون المبعوث الأممي لأسباب معروفة لمن هو قريب من الأحداث لشي ترضيء لأطراف هو نتاج لعملية تسوية لحالة صراع ترضيء أكثر أثمر اتفاق سياسي يفترض أنه معالج الأزمة على كل لنودعنا ندخل في التحليل لوقائع آنية دكتور خلينا خلينا في التاريخ في التاريخ في السنوات اللي سبقت هذا الحاضر اللي نعيش نعم هذا أدى إلى هذا نعم اليوم لو تحدثنا عن أبرز المحطات في عمل المؤتمر قلت بأن القضية الأولى كانت قضية مصدوجي الجنسية ثم ذهبت باتجاه اختيار رئيس للحكومة هي اختيار رئيس الحكومة أيضا كان محطة بالزة ومحطة فاصلة في عمل المؤتمر نعم متأكيد وأحنا أيام البدايات كان الأستاذ الله يرحمه عبدالرحيم الكيب هو رئيس المزرع مازال اللي كان أيام المزرع الانتقالي مم بعدين تم انتخاب الأستاذ علي زيدان علي زيدان كان عضو في المؤتمر عضو عن ودانا عضو مستغل أو أعتقد عند حزب صغير أو لا أذكر بالزبط فالمهم الأستاذ علي بعدين لم ينجح في انتخابات الرئاسة فازر مقريب كما هو معروف ضاق به الحال وضاق درعا هو بالمؤتمر وكنا حتى احنا كالصديقاء أستاذ علي وقد معنا واللي بنبيك والحكاية يتدمر وكان يقول أنا لا أصلح إلا في منصب تنفيدي بعدها أنا كنت غايبة على البلاد كنت مسافر في مهمة يعني لكندا للمؤتمر هي اللي رشح فيها وانتخب فيها انتخب رئيس للمزراء يعني كان طبعا زي ما قلت لك الاختيار فيه كان فيه مقابلة الدكتور الحراري اسمه محمد الحراري وكان يحضر بدعم الإخوان أو بدعم العدالة والبناء كان كان السيد علي زيدان مرشح عن تحالف القوة والدكتور محمد الحراري قبل ذلك كان فيه محاولة لتشكيل حكومة أخرى التنافس عليها أبو شاقور والدكتور محمد جبري لا أعتقد نعم مش فشل لأسف دكتور مصطفى مصطفى أصلا كان نائب لعبد الرحيم الكيب نائب قائش وزراء فلانت رشح وطبعا فشل في أن يقدم أن ينال ثقة مرتين فانسحب طبعا حمود جبريل أيضا فقعد أستاذ علي زيدان أعطيناك وليس هذه الأحداث يا دكتور كيف جرت هذه الأحداث بين الانتخاب الأول لرئيس الحكومة ثم الانتخاب الثاني المقاربات اللي حصلت لتسمية الحكومات نعم كانت الأسلوب هو أن يأتي من يريد أن يرشح كانوا كثيرين كثيرين يعني في لحصة صوت واحد يجي يقدم زي ما نقوله عنها برنامجة يتكلم يناقش فيه بعدين يصوت تم التصويت فالأستاذ مهندس بشاقور لم يتعصل على الثقة وجاء علي زيدان جاء الأستاذ علي زيدان بديل لعبد الرحيم الكيب الله يرحمه بعد آية أيها واستمر أنا لما استقلت كان أستاذ علي زيدان رئيس رئيس للحكومة أنا استقلت في شهر 5 2013 كان رئيس للحكومة الأستاذ علي زيدان المقارب طبعا قبلي استقل كواليس الانتخاب في المرتين دكتور جمعة كيف كانت؟ كواليس الانتخاب من؟ انتخاب بوشاقور في المرة الأولى ثم انتخاب زيدان في المرة الثانية تواجهنات وتحالفات وكان زي ما قلت لك الجسمين الأكبر تأثيرا هم والتحالف والعزالة والبناء يعني كانوا يعني أذكر أنا مثلا في في جيدان أعتقد في جيدان نعم كانت كتلة التعاق كتلة الأعدالة والبناء تجتمع تشاور وتشوف الأعضاء وتعمل تحالفاتها وبعض مستقلين وبعض لأن في النهاية هي أصوات يعني لما تفوز بصوت واحدة تفوزت هكذا هي لعبة الانتخابات التالت طبعا تجي لمن صوت الدكتور في المرتين؟ في أي مرة واحدة لم أحضرها اللي هي الثانية وفي الرئاسة اللي هي واحدة بتاع زيدان لم أحضرها كنت مسافر هذي كانت الثانية المرة الأولى؟ الأولى على الرئاسة صوت لي جيدان أمانتها لم أصوت المقارفة أتقصد في رئاسة المؤتمر أنا أقصد في هي رئاسة هو رشح في اتنين في رئاسة الحكومة رشح في رئاسة الحكومة وفي رئاسة طيب أنت لم تحضر تصويت لرئاسة الحكومة نعم في المرة الثانية في تصويت لرئاسة الحكومة في المرة الأولى عندما فاز الدكتور مصطفى أبو شاقور أنا أظن أني الدكتور أبو شكور نعم أنا وصديقي أحسد لأمين شاورنا من كان ينافسه وقتا ينافسه لا أذكرهم كثيرين لكن لا أذكرهم تحديداً كلهم لكن احنا اخترنا وأذكر وصديقي أحسد لأمين شاهد أننا أكلمناه وشرطنا عليه شرط في ذلك الوقت أن يحكي لك كما حصل أن يعيل أستاذ صلاح المرغني وزير عدل هذا طلبنا منا أن نحن نصوته ننجحه يعني نعطوها صوتنا هي صوتين يعني صوت بس يعني ما عنديش كتلة ولا عندي قربما بعض الأصدقاء ممكن تكنحهم فقلت لها على الساس أنه طبعاً ما حصلش في التشكيل المتاعي اللي جابها ما حطش حطوه أستاذ آخر ما عيناش ما حطاش وزير عدل لكن أظن الأستاذ مصطفى هذا اللي أعتقد لأنه وفي من حالثيقة؟ ثقة؟ ثقة لرعاست البرمان لا الدكتور مصطفى بوشاقور لا كنت غير راضي على تشكيله كنت مع المجموعة الغير راضين على التشكيله لأن تشكيله فيها فيها كثير من المآخذ يعني فيها وحدين أصدقاء قاربة من منطقة معينة أخذت عليه يعني وهو ما كانش موفق أيضاً عندما أعاد هاجم المؤتمر في كلمة اللي ألقاها استفزهم وصف حقيقة ما يدور في داخل المؤتمر ثم رد الفعل لم أعطوش اتقاء وكان فيه ضدها واجرين أنا نصورك توف المشهدية كما رأيتها لكن ما وراها وما قدامها عفيني منها بعد ذلك في حكومة السيد علي زيدان كان الأستاذ صلاح المرغني وزير عدل نعم هذا يعني أنكم انتم طرحتوا الأمر هو اختارها وممكن احنا مجرد قناعة على صلاح زميلي وصديقي وعندي اتقاء في أنه هذا المكان بالإمكان رجل يعني تكوين قانوني حقوقي على خلق كبير شعوره أو مواقف الوطنية لا تساوم وفيه كثير من المواصفات اللي رأيتها يصلح لهذا وأذكر أنني اتصلت به اتصلت بالدكتور أستدعاء صلاح وأذكر حتى بقى الأهلية قال لي بل كنت فاهم شنو يكم بل كنت فاهموش قلت له يا رجل قد تتوكر على الله تعالى حاولت غيرها يعني هذه مجرد في النهاية السيد علي زيدان استطاع أن يحوز الثقة لتشكيلة الوزرية على عكس ما حصل مع الدكتور مصطفى نعم تعتقد بأن الظروف خدمت الأستاذ علي زيدان على اعتبار أن المؤتمر الآن خاض تجربتين لمنح الثقة مع الرئيس الوزراء الأول ثم نحاه وجاء برئيس وزراء جديد هل كانت الظروف مهيئة لأن أي تشكيلة يقدمها السيد علي زيدان الآن ستحوز الثقة باعتبار أنها ستكون مرة ثالثة يرفض فيها المؤتمر المقترح الوزاري أم أن الرجل أحسن إدارة وتركيب تشكيلته بحيث حصل على الحد الأدنى ليسمح له بتمرير هذه التشكيلة نعم هو علي زيدان بعد أن قدمه ما قدمه في اختياراتها يعني تعامل مع التقلين هذا من اليوم التحارف والإخوان أعطاهم خمسة خبسة خمس وزراء وعطاهم نايب الرئيس وزراء حاول أن يلعب اللعبة التوازن اللي مكناتها من تمرير تشكيلته وتمريرها فكانوا خمسة بالاسم من التحالف ورشحهم وخمسة من العدالة والبناء طبعاً ونائب رئيس من التحالف ونائب رئيس من العدالة كانوا أستاذ عوض البرعسي وكان فيه أستاذ الآخر تشاهد اسمه كانوا نواب واحدة العدالة واحدة عن تحالف يصف الأستاذ عبدالحتاح الشلوي هو عضو في المؤتمرات العام في كتابة أسرار تحت قبة البرلمان يصف السيد علي زدان بأنه كان وديعاً في بداية مشواره سياسياً في وسطه شرساً في آخرة تتفق مع هذا الوصف؟ والله لا أتفق يعني مش دقيق هذا الوصف لأنه يمكن هذا الوصف يعني ما احترامي وحبي وتقديري للأخ الشلوي ينطبق عليه هو يجوز أكتر شخصيته يحيلك بأنه وديع وطيب والملمس والكلام لكنه هو في النهاية عندما مواقف معينا تقاه اكستريم يعني لكن عليه زدان شني خطأ عليه زدان وين عنيه في رأيه هو الرجل لم يتولى في حياته حتى منصب إداري حياته كلها خدت مسار موظف الخارجية في الأخير شق انضم للعمل السياسي ثم العمل الحقوقي ما عندهش خلفية التجربة بمعنى التجربة حتى الإدارية وكان لديه إنصاح التعبير ثقة مفرطة في نفسه ويرى أنه قادر على طبعا هو داري باللسان ويطعم كلامه بأبيات شعر وحكمه وأشياء هذه رأى أنه قادر على أنه وي وكان يقول عنده كلمة يقول رئيش الوزراء اللي ما يقولش لا ما يصلحش برئيش الوزراء فأذكر في أحد المرات أنا كان يقول فيها أمامي يقول لا بس ليش يقول لا وليش يقول نعم واش لمجرد أن يقول لا فارتبكت بعدين واستهدف الحق يعني استهدف يعني من تيار معين تحديد العدالة والبناء في الأخير استهدفوه بكل الأسلحة يعني وفعلا وضعوا هدف هزالته أو تنهيته نتيجة ما رأوه هو من أخطاء ومن عدم قدرة تقييماتهم مسؤولين عنها المؤتمر الوطن العام أيضا كان محل استهداف يحصي الشلوي في كتابها أكثر من 200 حالة اعتداء على مقر العقاة جلسات المؤتمر طبعا هذي يسموها الاقتحامات الاقتحامات عايشتني جزء كبير منها وجزء حصل بعدي يعني أنا الفترة امتعت لا للتمديد والمكانس ما كنتش موجود كنت قد استقل استقلت انتبع فيها هيك كأيوة شخص آخر لكن الواقع يعني ساعة ساعة خشين علينا مجموعة ولأسباب واهية أذكر واحدة منهم في التشكيلة بتاعت بوشقورة أيوة ما فيش وزير من منطقة معينة جو بتحريض من مجموعة معينة جو جمعتهم ساعة دورة تلقى مفتوعة جونا الجرحة والمبتورين هذا ليخذ في اليوم دكتور لأن التعامل اختلف من يوجد في السلطة اليوم استفاد من تجارب السنوات طبعا طبعا لو كانت لكم نظرة استباقية وشكلت قوة حقيقية لحماية وتأمين المؤتمر كان الواقع هيختلف؟ هو فيه عاملين العامل الأول إنه ما كانش وارد إنه كنت بتوصل إلي استعمال عنف كانت مرحلة الرومانسية الثورية سميها ما تشع ما زالت قائمة وموجودة العامل الآخر ما كانش فيه مؤسسة عسكرية منظمة كان فيه ما يسمى بالكتائب وهدموا لما يسيد الاقتحام فيه ما أشتقهم وأحيانا بعضهم حتى متواطئ مع المقتحمين فيه حتى أعضاء في المؤتمر يتواطئوا مع تسهيد دخولهم فيدخلوا علينا في وسط الجلسة مرارة طلعونا حتى لزوناها أكرمكم الله من المقر يعني ما أعرف بالجرحة والمبتورين دخلوا علينا وطردونا كان فيه حالات كثيرة لاختحامات كانش وارد ما أشرت إليها على الإطلاق حتى ولو كان بإمكاننا في هذاك الوقت إنك إنت البعاء ليش ما يمشوش توترة تحقق وتو يعدو دي واحدة تو يصير فيه المنحس والله ما فيه مواحد يقدر يغرب هذه تحسب عليكم أنتم دكتور والله إحنا قلت لك أنا عبرت عنها مرحلة رومانسية مش معقولة بعد قد يحسب علي والله إني قلت لي أشكر معين وضربوهم حتى بالرصاص وزجليهم لهو هو الأمر أعتقد لن يصل لمسألة المواجهة المقتحمين بالرصاص وفقط إظهار نوع من الحزم في التعامل لأن المؤتمر كان يقبل كل شيء انتقاد اعتراض اقتحام طبعا كان نروه هذا حق مشروع لهم لكن الأسلوب الطريقة الأسلوب اللي يتبعوه كان موفلت فوضوي فيه نوع من المرات حتى الإهانة احنا على المنصة يجونا يدها ما تردها لمنوجك وهو شني يرى أنك انت انحرفت على الثورة وهو ممتد الثورة وفيه زي ما قلت لك عن رصص مزايدة أو لها برنامجها وخطتها في داخل المؤتمر تدفع فيهم تعالوا رمضان بيبيعوكم رمضان بيديروا حاجة ضدكم ضدنا يجو فأصبح شبه يومي في محاضرة لك دكتور تحدث فيها عن تجربتك في المؤتمر وطن العام ذكرت أن قضيتين أساسيتين ربما كانت المنعطفين الحقيقيين في أداء المؤتمر هما قانون العزل السياسي اللي كان في سنة 2013 بداية 2013 وقرار سبعة اللي كان في العام 2012 نعم لو تحدثنا عن محطين وبدأنا بالقرار رقم سبعة كان الدكتور محمد المقالي فهم أن يتولى لا لا قرار رقم سبعة صارح مخزومة وهي كيف خلفيتها هو الحقيقة كنا في كل جلسة تقريبا تقريبا لا تنسى لي تقريبا ينود واحد من الأعضاء وكان أبرزهم اللي مركزين على الموضوع هذا أذكر أستاذ إبراهيم صهد بصلاة الله بالخير كان يتحدث عن السيادة المنقوصة الدولة كيف اللي يهانا للدولة الدولة للمدينة اللي هي خارج السيادة وخارج ثورة وخارج الكلام هذا ولا بد عدم ترك الأمور بهذا الشكل حفاظا على كذاك كل تقريبا جلسة توافرت عوامل طبعا كان في مصراتها تعديدا وأقولها بأمانة كان هذا النغمة أو بعض أشخاص يحركوا فيها يعني كيف باعتبار مصراتها في ذلك الوقت كانت تشكل النواة نواة الثورة وعمادها ويروا في أنفسهم هم يضرحوا وطبعا فيه للأسف خلفية تاريخية سيئة بعض الناس تعمل عليها بين مصراتها ورفلة كيف كي وبعدين للأسف تم تجمع مجموعة من أنصار النظام السابق في بنوليد وعملوا إداعة الإداعة كانت معادية مناهضة الآن الغريب أنك قليل من يذكر وهو موتق أن محمود جبريل عندما كان في المجلس التنفيذي مسؤول قال تصريح سماها المدينة المارقة مارقة يعني ثورة وهذه مدينة مع الأنسل والله والإداعة كانت تبت في برامج وكان فيه تحشيد فيه نوع من الإثارة واشتدعالي حتى أحقاد التاريخ أنت كيف كنت تنظر للأمر أنا كنت ننظر من هذا الجانب فيه خرق أن هناك اعتداء على أنا مدى بي أن الدولة والثورة تنجح وجود هذا الجيب مثلا وجود هؤلاء الناس المعادين كنت أرى تهديد لكن كنت أنا أيضا بعد فتك بعدين تمت الدعوة لي من داخل المؤتمر لابد من عمل شي لابد من عمل شي كان مقتل أحد ثوار كان فيه واحد اسمه جمال شعبان أو شعبان عمران شعبان عمران شعبان هو واحد ثوار هذا أحد ثوار الشباب وليقال أنه قبض على القدف يقال في ذلك الوقت واحد هذا قبض عليه في ظرف معين بن وليد رواية معروفة دكتور لكن الملاحظة هنا إذا كان أنصار النظام السابق اتخذوا مدينة بن وليد معقل لهم للتشويش على مرحلة ما بعد نظام القذافي أو لعرقلة سير الدولة في تلك المرحلة ألم يكن هناك إمكانية لمعالجة ما غير القرار رقم سبعة شنه هي المعالجة ما ما هو قدتك اللي يدفعوا في هذا الاتجاه قال لك طوعا هم ميبوش ودعتهم قاعدة تعلن ميبوش وانت تزعم بأنك دولة وعندك قوات وعندك كدا وعندك فكيف تخليهم يعني مفروض يعني توجب التدخل من الدولة يعني نظر إلى المدينة على أنها مخطوفة في تلك المرحلة وعالج جدا وبالعكس كان كثير من أبناء ورفلة أيضا أبناء بن وليد كانوا مع اتجاه أنها هي مخطوفة كان في كتيبة 28 مايو تقاتل عروفة يعني كانوا ورموز معينة كانت تعتبر أن بن وليد ضد هذا الشعور أدى إلى إنعقاد جلسة خاصة يدفعوا فيها وأكتر ناس يدفعوا فيها في ذلك الوقت أقول أهل التاريخ هم جماعة جبهة الإنقاذ اللي كان يترأسها الدكتور المقريف وفي ذلك الوقت يترأسها أعتقد إبراهيم صاد كانوا يلحوا على الموضوع يلحوا صدر بعدها في جلسة لم أحضرها وش هات الشهود معي شهود إلى اليوم هذا صدر قرار مش قانون قرار ولوه علاقة بيش لأن عمران عمران شعبان تم إرساله إلى فرنسا وهو شبه في الربق الأخير بوسطات معينة للعلاج بعد ما مات فيه سمعنا قبر وفاته في فرنسا وجايبين لمصراته الجو طبعا توتر بشكل أو بآخر عقدة الجلسة أنا أثناء انعقادة الجلسة كنت في مكتبي كنايب أول والأخ صرح صرح مغزوم أدار الجلسة وهو اللي وقع القرار لماذا لم تحضر الجلسة؟ لأني كان استدعيت أو جبنا مجموعة اللي مشوه مع الدكتور المقريف ما زلنا في خط محاولة محاولة الأخيرة للتهديئة ولمجهة حل ما زلنا جوه الدكتور الجويل يهو قعد حي صالح جعودة نزار كعوان فيما أذكر يعني اللي أذكرهم كانوا صاحبوا الدكتور المقريف في زيارته الفاشلة اللي عشرت إليها باي فجبه جوه في مكتبي واتصلنا بالمجلس الاجتماعي في بنوليد أهم أحيان الحمد لله تصلنا بهم وكنت تتكلم معهم أحيانا في الأول تكلمني واحد عاقل وتفهمه بالعكس كان يعني أميل إلى اتجاهنا مجموعة بنوليد هذا مخارجيين وما هو ش معهم لكن بعدين أخذ شخص آخر التليفون وتكلم معه الشيخ جوهلي الشيخ محمد اللي كان ضيفكم في الشهد تكلم معه فاتح المايك فيحكي معه أطلقوه اللي عندكم مزاله وثلاثة جباب قاعدين مع عمران قاعدين غادي مصابين والله مرضى أطلقوهم باش ندوا لأن الراجل بيجيبوه 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 مصراته وبيتسير جنازة والناس يعني التهبت فكان يقولولهم قالهم أذكر حرفا أنتبه لي قال تكلموا أنتم عقلاءكم مفروض الشيخ جوهلي قال عقلاءكم وعقلاء مصراته للأسف هو مفتوح المايك الشخص الآخر رد كلمة نابية يعني مصراته يعني مستفزة وقززة فهذا رد يعني فياش رجال فيا كدا وكدا وكدا من الكلام فياش عقلاء يعني وما ترتب عليه توترجهم وصلناش معهم لي الجثمان القرار صدر صدر كنا أنا والأستاذ حسد لمين هو حي اتجاهنا المصراته نبو نحض نحضر الجنازة للرجل هذا نعرفوه بشكل شخصي وعائلته وقاربه وفي نفس الوقت حتى بحكم وجودنا كأعضاف نبو نحضر والأسف لن نمكن اعتبرونا نحن حتى متواطئين يعني الشباب منعونا منعوكم من حضر الجنازة منعونا لأعتبارك كنتم كيف وينكم كيف كاعدين بنوليد لنبقي هذا الشكل فالمهم وعندي شهود أو الشاهد كان معي نبوا بالدفنية وهم الرافطين أو ما وصلناش إلى نتيجة هذا فيما يتعلق بقرار رقم سبع للأسف يعني كترة حول اللغط وأنا شخصية لا أقول يعني تم التجنع علي فيه لأن هذا هو اللي حكيت لك بأمانة هذا الذي حصل لم أكن أتمناه ولم أكن أريده وأنا أعز أصدقائي من بنوليد يعني حتى هذه اللحظة هذا على الجانب الشخصي يعني حتى تكون واضحا دكتور القرار لم يكن يستهدف المدينة كان يستهدف التحقيق لأن بعد أنا اجتمعت برئيش الأركان أستاذ مصطفى يوسف المنقوش و وزير الداخلية وسامة جوالي وهم كانوا متعركين المفارقة ويسلموش حتى لبعض وسامة جوالي ومصطفى المنقوش واحد رئيس الأركان وواحد وزير الداخلية وجبتهم واجتمعت بهم باعتبار يعني هذا كل وقت المقارف استقال فيما أذكر كنت يعني رأس الهرب وتناقشنا فيما يتعلق حتى القرار نصه موجود في الإعلام تبعت حنا التحقيق مع الذين تسببوا في مقتل أمران شعبان أمران شعبان وتكليف وزارة الدفاع رئيس الأركان وزارة الداخلية هذا القرار قانون العزل السياسي وفيه من يصفك بأنك كنت فارس هذا القانون نعم نعم أولاً دعنا نبدأ حتى يوفر عليك كثير من الله أنا مقتنع به قانون العزل السياسي حتى هذه اللحظة أنا لا أرى التحولات الكبرى زي اللي حصلت عندنا وحصلت عند غيرنا من نظام ديكتاتوري قمعي إلى أفق ديمقراطي يبني مستقبل على الأقل فيه شيء نفس ديمقراطي الحقيقي دون عزل سياسي لأن من كان سبباً في المشكلة لا يصلح حلاً أن يحله ولكن هذا الخلاف الصياغة التي انتهى إليها المؤتمر القانون كما لو خلقت لكي لا يفعل انتبه لي كويس لأنها كانت يعني فشلنا في أن يجمعها في أثناء الجلسة في أثناء النقاش اللي قبلها واللجنة اللي شكلت يعني فيها أذكر فيها المشري خالد المشري كان رئيس مجموعة العدلة وخالد من الطيور الجارحة يعني معروف في طريقته وتعامله مع الأشياء حاد شاب يعني تأثر بتثوره ويعني كان وضعوا القانون ما أظن وضعوه وكانت النقطة وهذه أشارلها أمس كنت نسمع فيها من صوان شاهد شاهدون جماعة العدالة والبناء يبقوا ينحوا محمود جبريل هذه مشكلتهم الرئيسية على الأقل طيب محمود جبريل جماعة العداء الأخرين التحالف يبقوا يحاولوا دكتور المقريف بدأ خلاف وين المشكلة وهو يسبت المشكلة في القانون منين نبدو كان بدنا في التمانينات معناها الدكتور المقريف ما يشملاش كان بدنا قالوا لا جماعة التحالف قالوا نبدو التحالف قالوا نبدو من 69 تسعة وستين اللي فيها طهر الزاوي واللي فيها الأخر واللي فيها منصور الكيخية واللي فيها تعاون وكلهم ينطبق عليهم وبعدين محاكمة الموقع مش السلوك لأن الأمر في النهاية يا أخي خالد بالتصويت وأغلب اللي كانوا موجودين جي ما قلت لك الكتلتين قالوا من 69 باش يمشي المقريف التانين أيوة قالوا من الثمانين أنا أذكر واقعة وهو حي يشهد استاد إبراهيم صهد جاب لي ورقة يقترح في العشر السنوات الأخيرة كل من تعاون مع النظام وتولى وكذا وكذا قلت له استاد إبراهيم برعشر السنوات الأخيرة تنحط في الخشم بالنسبة للنظام باي الشنوات اللي فيها تشنيك في الشوارع وفيها سحل وفيها قتل وفيها حتى جماعتكم قتلوا وفيها شين ديرولها جماعة العكس اللي التعالف قالوا لا أنا أي واحد تولى من لما جاي قد في باش يطلع هذا ما زعل القانون شبه أنا عبرت عنه شبه ولد ميتا أنا ترأست الجلسة بحكم موقع المقريف شامل القانون وألقى خطبة وتهرب كعادتا يعني ما يبيش تحمل حساباتها الخاصة فأنا اللي بعده مباشرت صح حضرت الجلسة وصوت لي صراح القانون يعني باعتباري كما ذكرت لك أنا مؤمن بها كفكرة لكن القانون بعد أن صدر صدر كسيحا معيبا لم ينفذ روه طيب ليش صوت لدكتور إذا كنت ترى أنا معيب بالله أظن في ذلك الوقت أنا ربما نسقت للمجموع لأنه تقريبا إجمع ما أراهم يمكن ثلاثة أو أربعة اللي اعترضوا ويمكن نذكره بالاسم كانوا قالوا لا أو بمعنى امتنعوا الموجة اللي كانت التنسيقية اسمعت على العزل السياسي اللي في ميدان الشهداء مدارين خيمة قدام المؤتمرهم مدارين خيمة الناس نقول لك وأنا مسؤول الناس في العموم ما يعيطوا على العزل السياسي أي واحد حتى اقتموا بفل عزل السياسي قريب يقولوا لا في نهاية القانون صدر تحت واقع ضغط هذه التجزعات طبعا طهر إضافة لحالة الانقسام والخلاف اللي حصلت داخل المؤتمر أنتجت قانون غير قابل التطبيق وهذا ما حدث لم يطبق إطلاقا وأنا أتحدى يعني في نهاية دكتور قانون العزل السياسي كان سببا في خروجك في خروج الدكتور محمد المقاليف ربما حتى اسماء أخرى من المؤتمر لم يكن بالإمكان تقديم صيغة أو مقاربة ما لتجنب إبعاد شخصيات كان لها دور أساسي في مرحلة الثورة وكان يمكن أن يكون لها دور أساسي فيما بعد الثورة أيضا أذكر أني كتبت ورقة قدمتها في أثناء الملاقشات قبل التصويت لللجنة القانونية نسموها الدستورية رئيس الأستاذ عمر بوليف فمازال عضو إلى الآن في مجلس الدولة صيغتها كالتالي سيفهمها من هو درس قانون أو الضغة القانونية مستوعبها تقول تسري أحكام خلوه زي ما هو قلت له ولكن ضيفه لتسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب فعلا من شأنه أن يؤدي إلى إفساد الحياة السياسية والإدارية وبس يعني المحاسبة بناء على السلوك على السلوك هو لو وضعت هذه في البداية كان ممكن معارجة كل الحالات يعني أنا لم أرتكب سلوك ولم يصدر مني ما يفيد أو غيري يعني حتى من شمالهم القانون لكن لو وضعت الدكتور كانت لن تحقق أهداف من دفع بالقانون من أجل أغراض سياسية وهذا للأسف حرفيا ما قيل لي من بعض أشخاص ومن رئيس اللجنة القانونية قال لي معنا نحن ما نعزل حد بهذا المنطق يعني للأسف يعني أقولها وأنا آسف على المستوى وكيف تصل الأمور إلى هذا الحد يعني من استهداف ومن شخصنا فهذه الحقيقة مهم تتبيتها لما وجدت أن أنا علي أن أخضع بالتأكيد لقانوني ده كان صدر العزل في حقي لم يصدر هو الحقيقة وأني علي أن أرفع الأمر وأطعم فيه في دعوة في المحكمة والمحكمة ترجعني كما ذكرت كما فعل الكثيرين معروفين بالاسم وجدت كبيرة يعني بصراحة أخي خالد يعني بعد العمر أنا لازم نثبت بحكم ما أحكم أني كنت معارض لمعمر القدفي بعد كلها اللي حكيناها هذا كلها تجني يعني كبيرة كبرت علي نفسي فقدمت استقالتي قبل الاستقالة قدمت ورقة إصلاح أو هكذا سميت نعم هي الحقيقة أنا قدمت هذه مبكرة نسبيا بداية 2013 تعديدا أعتقد شهر يناير أو فبراير هي مذكرة محاولة صادقة ويسد علي الله لإدراك أو إنقاذ ما يمكن إنقاذها مبكرا كانت مذكرة موجهة لكل الأعضاء وفيها عشر نقاط صلاح المالي الإداري اتخاذ القرارات التشكيلات ما رأيت من عيوب فعلا في الأخير أدت إلى ما أدت إليه وقدمتها ووزعتها على كل الأعضاء ورئيس المؤتمر في ذلك الوقت لم يقبلها واعتبر رأيها فيها شيء من ألا وقال لي ليش ما قلت ليش عليها وليش ما طبعا هو عند جانب العاطفي أحيانا المبالغ فيه وأنا وكانت قلت لي ما قلت لي قلت لي أنا رأني لم أوجهها للإعلام ولا أقصد به سواء أن الأعضاء مسؤوليتهم في أن يتداركوا هذه النقاط وفعلا لم أستجب حتى لبعض دعوات في الإعلام من بعض الأطراف اللي كانت تراها فرصة لتصعيد الأمور في مواجهة المقريف لم يكن هذا غرضي كان هدفي في ذلك الوقت هو محاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه دكتور كنت تتعامل أثناء وجودك في المؤتمر على أنك من ضمن تيار معين البعض كان ربما يراه أو يسميه تيارة لبراليا أم كنت ضمن كتلة محددة يعني الوصف وجودك داخل المؤتمر غير واضح لا الحقيقة أنا وضعي في المؤتمر وكنت النايب الأول لرئيس المؤتمر حتى وضعي في المنصة والقانون الأساسي اللائحة إحنا كرئاسة توجب علينا أن ندير الجرسات بشيء من الحيادية وإتاحة الفرصة للجميع وعدم الانحياز يعني هكذا يجب بدليل أن في اللائحة وأنا فعلتها هذه في بعض الحالات لما أنت تريد أن تشارك في النقاش تنزل من على المنصة وتجلس في مقعد الأعضاء هكذا هذا كل وقت أنت تمارش حقك كعضو في المناقشة أنا فعلتها في قانون الرباة وفعلتها في قانون أكثر من منحالها تركت المنصة صفتي كنائب أول للرئيس لأن المفترض في الرئيسة الحياد المفترض هكذا ما ينبغي فأنا كنت ملتزم بواجباتي طبعا لا أخفيك سرًا وأسجلها أن الرئيس الدكتور المقريف كان استحود على كل شيء وكان أحيانا يتصر في أمور لا أعلم بها لأن اللائحة الداخلية والقانون الأساسي يبيح له يعطيه صلاحيات بلا حدود أنا وجدت نفسي شبه بلا اختصاصات اللي عندما يغيب الرئيس وكانت هذه من الأسباب اللي دفعتك للتفكير في الاستقالة طبعا لا أرضيش أن يكون مجرد لكن في من يرى أنها لم تكن واقعية طبيعا يكون رئاسة الهيئة التأسيسية أو الجسم اللي يقود مرحلة السيانة أن يكون فيه صلاحيات واسعة للرئيس الرئيس عنده صلاحيات بس برضو المفروض فيه شوية توازن يعني النائب الرئيس والنائب الثاني عندهم اختصاصات أصيلة التكتور المقاري شكل تائرة خاصة بيه حتى إحنا ما عاش قدرنا نوصل فيه وشخصيات بعضها يعني علاقاتها بها قديمة وفيها شيء من الخصوصية الشخصية وشكل أخذ واحد من القصور اللي قلوا لها وأصبح يعني بشبه عزلة قصور الضيافة تقصد اللي كانت نعم هي اسمها قصر من قصور الضيافة وكان يتصرف دون أني حينها مفروض مجلس رئاسي يتكون من الرئيس ونائبيه والمقرر وكان معنا اسم الناطق الإعلامي أو باسم المؤتمر أخو عمر رحمدان كان يحضر معنا لكن كان المقريف دكتور المقريف يميل إلى الاستفراد في اتخاذ القرارات خاصة المهمة أحيانا لا نعلمها يعني هذا واقع في النهاية خرجت أنت وخرجت دكتور المقريف وخرج كثر وانقسم المؤتمر وآلة الأمور إلى ما آلت إليه اليوم عندما تنظر لهذه المسيرة الطويلة من حياتك بمحطاتها المتتالية بأحداثها في بعدها الإنساني على المستوى الأسري على مستوى العائلة الأهل ماذا تستحضر دكتور؟ بمجملها التجربة يعني بمجملها من البداية إلى ما وصلنا إليه الآن أستطيع أن أقول وباتمعنان أني لست ناذما على ما فعلت لم أندم على شيء بمعنى الندم الذي يأكل الإنسان من الداخل ولك ارتكبت أخطاء وهي بشريا يعني مقبولة يعني ما فيش إنسان ما يخطئش يعني أحيانا الآن نراجع نفسي ونقول أنا كيف مثلا بعض الناس وتقت فيهم أكثر من لازم كيف كنت مثلا أخطائي في أني أنا كنت حسن النية أكثر من لازم كان المفترض أن ننتبه لكن في المجمل على صعيدي الذاتي على صعيد أسرتي أولادي ما وصلنا إليه الآن أشعر بطمئنان يعني أشعر بكل مراحل كل ما يعني ما اعترى هذه المسيرة الطويلة من إيجابيات ومن سلبيات ربما يراها البعض كلها في مجموحة شكلت إنسان أو شكلت تجربة أنا لست نادما عليها أرى أن ما وصل إليه مستوى حتى على المستوى الأسري أبنائي يعني لأنتاج الفرصة ربما أقدمهم بعض الاعتدار في البداية على ما ارتكبت أنا أو ما تحملوهم نتيجة صرفاتي أو اختياراتي ولكن النتيجة والمحصلة النهائية الحمد لله ومن الآن في أحسن الأحوال تعليميا وفكريا وتربويا أن يتصدر الإنسان المشهد العام ومن مواقع معارضة لنظام استبدادي وقمعي وغيرها في ضريبة تدفع دكتور ودفعت في مقابل بالتأكيد محطات مشرفة تسجل أيضا في مسيرة هذا الشخص نعم هي هكذا تجربة الإنسانية لكن تشعر أنك كنت منصفا في اختياراتك في خلال هذه المسيرة لا أقصد على المستوى العام على المستوى الخاص على المستوى الأسرة والعائلة كنت منصفا أنا ربما أقول لك ودون أي مبالغة أني كنت مدرك لعد كبير أنني أخوض يعني معتركا أرتقي مرتقا يعني مسهد كنت ولكن اختياري واخترت لعوامي كثيرة ذكرت بعضها من حولي وأبدأ بزوجتي وأولدي كانوا معين يعني معينين لي موش لم يكونوا معبتين ولم يكونوا لم يحدث جاءك أحد الأبناء مثلا ليسألك لماذا وضعتنا في هذا المعترك لماذا اتقيت بهذا المتقى الصعب ممكن سؤال يعني طفولي أنا أذكر لما رجعنا ابني غسان كان صبي يعني بدأ يدرك فقال لي أنت يعني مؤمر كنت بصورة مجرم وقاتل وشنك في الناس في شوارع ليش رجعت له خاصة بعد ما سجنت ليش ترجع ليش يجيبنا تساؤل طفولي مشروع بالنسبة ليه ومن حق أنه يسأل يعني أنت ربيتنا على أن هذا كذا 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 فجأة جبتنا ليه هذا طبعا أنا لا أعتبره أنه خطأ أنا ارتكبته ولكن أملات التجربة تركهمها وصلنا إليه على المستوى العام دكتور اليوم عندما تنظر الحالة العامة وحالة التذمر اللي تسود بين الناس والنظرة السلبية تجاه الشخصية العامة اللي تولت أي مواقع مسؤولية في أي مرحلة أحيانا يكال حتى السباب والشتم لا ينظر للمشهد كامل وإنما نظرة ربما متعلقة فقط باللحظة وبالتالي اتهامات كثيرة توجه لمثل شخصك دكتور أنا أحاول تشعر بأن هناك ظلم من الناس تجاه تجاه من تجاه من تصدى لهذه المراحة طيلة سنوات النظام القذافي ما بعد القذافي أنا أشعر ومن وقع تحمل مسؤولية التاريخية فيما شاركت فيه إن من حق الناس أكتر لأن الأوضاع وصلت إلى مستوى موسف سواء على صعيد إدارة الدولة والكفاءة لإدارة الدولة سواء على مستوى الفساد على مستوى انهيار حتى لشوية الأمال التي تعجت بعد فبراير أرى أن الناس بالعكس واجبها يجب أن يكون أكتر ووقفها يجب أن تكون لا ترى أن غياب الحقيقة غياب الصورة الكاملة يجعل الناس تشكل أحكام ربما فيها شيء من الظلم لمثل شخصك دكتور وغيرك من الشخصيات بالله إحنا الآن أصبحنا يعني في دمة الله والتاريخ يعني مش مزال ما لم يأتي الذي سيأتي ولكن يعني من حقه يقيمني كتجروة بس بسرط ما يظلمنيش يحملنيش ما لا طاقة لي به وما لم أرتكبه يحملني مسؤوليته لكن من حقه أنا يوم ما أصبحت في شخصية عامة يوم ما أرى أن من حق أي مواطن أن يتكلم طبعا في حدود الأدب المفروض هو بلغة راقية معترمة موضوعيا يعني السباب والبذاءة هذه عيب في كل الأحوال عيب لكن من حقه المواطن العادي ما يرى ما يعيشه الآن أنه يكون أكثر منك شكرا جزيلا لك دكتور وصلنا لاختام هذه الحلقة التي ستكون خاتمة سلسلة حلقاتنا معك في برنامج الشاهد ممتن جدا لوجودك معنا دكتور شكرا لكم أنا انتهز هذه الفرصة أخي خالد وسمحني فإذا كان أنا أتخلى لحديثنا بعض التوترات ولكن رأي الغرض منها والبحث عن الحقيقة وتقديمها لأن هذه فرصة أتعتلي ليبيا الحرار مشكورين في أني أقول فيها أو كما عبرت في بداية الحلقة الأولى أنثروا ما تبقى في يديه شكرا جزيلا لك كالمحامي ونائب رئيس المؤتمر الوطن العام سابقا الدكتور جماعة تيجا شكرا جزيلا لك وفي ختام هذه السلسلة مشاهدين شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا في أمن الله شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم